من يرى هذه المشاهد من الوهلة الأولى يظنها وصفة لأكلة الماء لكنها طريقة لتحضير الصبون باستعمال وسائل بسيطة ومواد نافعة لصحة الإنسان يشكل حسين أنواع مختلفة من الصبون فكرة صناعة الصبون لدى هذا الحرفي المنحدر من ولاية بيجاية لم تنشأ من العدم بل كانت نتيجة خبرة طويلة اكتسبها من قبل لتتطور إلى ورشة لصنع أنواع من الصبون ولكل نوع ميزة خاصة صعوبة تسويق المنتوج هو المشكل الأساسي الذي يعاني منه حسين والسبب هو بعد الورشة الواقعة بقرية إشكاذا بأمزور عن المدينة بخمسين كيلومتر إلى جانب غلاء المادة الأولية مادة زيت الزيتون هي إذن أنامل حرفي بسيط استطاعت أن تخلق من مواد نباتية وغذائية هذه المادة التي نحتاجها خلال حياتنا اليومية بشكل لا يضر بالصحة